السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما البشر بيضحوا كتير علشان رعاية وتربية أولادهم سواء أباء أو أمهات برضو رعاية الصغار في عالم الحيوان بتحتاج لتضحيات كبيرة وفي حيوانات بتقدم نمازج من التضحية غريبة وعجيبة صعبة تصدقها من أجل صغرهم طبعا صغار الحيوانات بتحتاج بشكل أساسي للتغذية لكن كمان بتحتاج حماية كمان بتحتاج أن هي تتعلم أساليب الحياة وإزاي تحصل على غزائها بنفسها كل دي مهامة مطلوبة من الأباء والأمهات في البرية وعنشوف دلوقتي بعض الأمثلة عن أفضل الأباء والأمهات في عالم الحيوان بس في الأول اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان ده بيساعدنا أن الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس واحد الأورانج أوتان أو إنسان الغابة أول كائن معنا النهاردة هو الأورانج أوتان أو زي ما بيسموه إنسان الغابة واللي بيقدم نموذج عجيب من أهم نمازج التضحية علشان صغاره الأورانج أوتان هو كائن بيعيش شبه وحيد مش في مجموعات والأم هي المنوض بيها أو اللي بتتولى رعاية الأبناء الإعلاقة اللي بتتكون ما بين أنسة الأورانج أوتان وطفلها تعتبر من أقوى وأعجب الروابط في المملكة الحيوانية فترة الحملة في الأورانج أوتان بتكون 8 شهور وفي الأغلب الأنسة بتولى الطفل واحد وبعد الأولادة بتستمر في رعاية طفلها لمدة ما بين 6 ل 8 سنين وبتقدم نموذج في الأمومة فريد من نوعه بتكرس حياتها طوال 8 سنين دول لطفلها ما بين تغزيته وحمايته بالإضافة لتعليمه إزاي أنه يعيش في الغابة ودي حاجة مهم جدا أنه يتعلمها علشان يعرف يعتمد على نفسه وتعتبر فترة الحضانة دي هي من أطول فترات الحضانة الموجودة في عالم الحيوانات بتقسم أنسة الأورانج أوتان فترة حضانتها لطفلها لمراحل مختلفة كل مرحلة بتركز فيها على حاجات محددة علشان في نهاية فترة 8 سنين يكون صغيرها قادر أنه يكمل حياته بشكل مستقل ويعرف كل اللي هو محتاجه علشان يعيش في الغابة الأمم بتعلم صغيرها مجموعة من المهارات زي مثلا إزاي يعرف أنه يتحرك ما بين أفره والشجر المهارة دي بيفضل يتعلمها لحد ما بيوصل فيها للمستوى المطلوب في سن السابعة تقريبا بعد سنين من مساعدة أمه وتوجيهه علشان يعرف إزاي يختار الفرع اللي ينتقل ليه وإزاي يتحرك من شجرة لشجرة كمان بتعلمه إزاي يلاقي الطعام المناسب في الغابة ودي مهمة مش سهلة الأورانجو تان نظام الغذائي متنوع ما بين مجرد أوراق لحد سمار بتحتاج لأدوات علشان يتم تكسرها ويتم استخراج الأجزاء اللي ممكن تتاكل منها والأم دورها إن هي تعرف طفلها يأكل إيه وإزاي وإزاي يستخدم الأدوات في تكسير السمار كمان الأم بتعلم طفلها إزاي يحمي نفسه وإيه مصادر المخاطر المختلفة اللي ممكن يتعرض لها في الغابة وأنس الأورانجو تان مش بتنجب أثناء فترة حضنتها لطفلها وبتنتظر لحد لما تتأكد إن صغرها بقى قادر بنسبة كبيرة إنه يستقل بنفسه وحتى بعد استقلال الطفل عن أمه لما بيبقى بقى خلاص قادر بشكل كافي إن هو يستقل عنها بيفضل على اتصال وتواصل معها وبيرجع لها كل ما بيحتاج للدعم والحماية خلال حياته وممكن الصغار من الإناس إن هي ترافق الأم أو تتواصل معها من وقت للتاني خلال فترة حملها التاني ورعايتها لطفلها اللي بعدها علشان تتعلم منها إزاي إن هي تربي طفلها لما تنجب نموذج التضحية اللي بتقدمه أنس الأورانجو تان وكون إن هي تكرس من حياتها حوالي 8 سنين وهي فترة طويلة جدا تقدم الفترة دي فقط علشان تطمئن إن صغيرها بقى قادر إن هو يعتمد على نفسه وإن هي ما تتخلش عنه طوال الفترة دي ده يعتبر نموذج فريد من نوعه في التضحية وتحمل المسئولية وفي أداءها على الوجه المطلوب سبحان الله العظيم وده برضو درس بيقدمه الأورانجو تان لكل أب و أم إنه لازم يرعى أبنائه الرعاية الكاملة وإنه يتحمل الأمانة المطلوبة منه تجاه أبنائه الصغار اتنين عنكبوت الصحراء طبعا كلنا عارفين إن الأمة ممكن تعمل أي حاجة علشان ولدها لكن الأم في عنكبوت الصحراء بتضحي تضحية صعب إنها تتصدق بتضحي بنفسها وبتقدم جسدها بمنتهى الرضا كوجبة علشان يتغز عليها الصغار في تضحية غريبة الشكل بعد التزاوج الأم بتعمل شرنقة أو حاجة زي كيس كده علشان تضع فيه البيض بتنسجها من الحرير بعد ما بيفقس البيض بتمدأ الأم إن هي تعمل فتحات في الشرنقة دي علشان العناكب الصغيرة تخرج ومن لحظة فقس البيض وخروج العناكب بتتوقف الأم تماما عن الصيد في الأول بتمدأ إن هي تغزي الصغار عن طريق سائل شفاف السائل ده عبارة عن مزيج من اقترار آخر وجبة أكلتها مع بعض أجزاء من معددها وتبدأ الصغار إن هم يتغزوا على السائل ده وبعد ما ما بيخلص السائل ده بيبدأ الصغار إن هم يكلف أمهم وهي حية وهي مستسلمة تماما وبتقدم نفسها بمنتهى الرضا من غير حتى ما تحاول إن هي تهرب وبتضحي بنفسها علشان ولدها يتغزوا بشكل كويس ويبقوا قادرين إنهم يواجهوا الحياة الظاهرة دي معروفة باسم الماتري فاجي الدراسات كمان وجدت إن في تغيرات بتحصل في جسد الأم بعد فأس البيض مباشرة الجسد وكأنه بيستعد إن الصغار هتلتهمه في تغيرات بتحصل بتساعد الصغار إن هم يلتهمهم جسد الأم بمنتهى السهولة ووجدوا كمان حاجة غريبة جدا وهي إن الأم بتبقى حية لحظة تلتهمها ولو جيت مثلا لمست رجل من رجلها هتلاقيها بتنقبض وبتستجيب ده معناه إن هي مازالت حية وقدر على الحرك لكن على الرغم من كده مش بتهرب وبتفضل أبنائها على نفسها حتى لو كان المطلوب إن هي تتاكل وهي حية والدراسات برضو لقيت حاجة غريبة جدا وهي إن الصغار بيتغزوا على الأم بالكامل مع عدى عضو واحد العضو ده بيمثل حوالي 4% من جسد الأم وهو القلب ودي برضو ملاحظة عجيبة اللي بتعمله أنصى عن كبوت الصحراء تضحية من نوع غريب تضحية ملهاش هدف غير هدف واحد هي إن كل شيء يهون في سبيل إن الصغار دولة يكونوا قادرين على مواجهة الحياة لأنفسه فسبحان الله العظيم 3- بطريق الإمبراطور الزكر والأنسة في بطريق الإمبراطور بيشتركوا هما الاتنين في تربية الصغار وبيقدموا مثال ونموذج رائع على التضحية والتعاون من أجل رعاية الأبناء طبعا الظروف اللي بيعيش فيها البطاريك في قارة أنتركاتيكا في القطب الجنوبي هي ظروف في غاية الصعوبة والقصو درجة الحرارة بتوصل لسالب 40 درجة مقوية وصرعة الريح بتوصل لـ 90 ميل في الساعة الزروف الصعبة دي بيكون صعب جدا إنه يتم رعاية الصغار اللي ما يقدروش إنهما يتحملوا الزروف القصية والشديدة دي لكن سبحان الله بيقدم بطريق الإمبراطور نوع فريد من التعاون ما بين الزكر والأنسة علشان يقدروا يتجاوزوا بأبنائهم الشدة والصعوبة ويقدروا إنهما يرعوهم رعاية جيدة موسم التزاوج عند البطريق بيبدأ في الشتاء وكائن البطريق كائن أحادي التزاوج يعني بيرتبط بأنسة واحدة بس طوال حياته وبعد التزاوج بيتم وضع البيض تقريبا خلال شهر مايو وبعد ما بتضع الأنسة البيض والأغلب إن هي بتكون بيضة واحدة بس بيبدأ الزكر إنه هو يتولى مسئولية حماية ورعاية البيضة دي أما الأنسة فبتروح إن هي تصطاد في المحيط الزكر بيبقى عنده كيس جلد كده فوق أقدامه شبه تقريبا الكيس بتاع الكنجرو اللي بيحط فيه صغيره بيحط فيه البيضة لمدة ما بين 65 ل 75 يوم متواصل وخلال الفترة دي بينقطع عن الطعام تماما وبيبقى صايم صيام كامل وخلال فترة رعاية الزكر للبيض بيبقى مطلوب منه إنه يحاول إنه يدف البيض في الجو القاسي البرودة ده فبيعملوا حاجة غريبة جدا وهي إن الزكور بيتجمعوا حوالين بعض بحيث إن ده يؤدي لرفع درجة الحرارة وبيبدأوا إن هما يتبادلوا المواقع ما بينهم ما بين الأطراف والمنتصف بحيث كل واحد يحصل على التدفئة المطلوبة وبعد ما بتفقس البيضة بيحاول الزكور إنه يقتر بعض من طعامه المتبقي في معدته ويأكله لصغيره لفترة تقريبا أسبوعين بعدها بترجع الأنسة وبتتولى هي رعاية الصغير أنسة البطريك بتقدر إن هي تميز صغيرها لما ترجع من وسط آلاف الصغار اللي موجودين وبتأكله هو بالذات والأنسة لما بترجع من الصيد بيبقى بطنها مليانة بالطعام من أجل الصغير وبتبدأ إن هي تقتر الطعام علشان صغيرة الزكور بقى بيتجه للمحيط علشان يصطاد ويحصل على أول وجبة بعد أكتر من حوالي 100 يوم صيام الأنسة أو الزكور في البطريك خلال فترة رعاية الصغير بيتبادله ما بين واحد بيروح يصطاد والتاني بيستنى مع الصغير لحمايته ولرعايته وبعد كده اللي كان قاعد مع الصغير بيروح يصطاد وهكذا وبعد شهرين بيبدأ صغير بطريك الامبراطور إن هو يقضي وقت أكبر بعيد عن أبوه ويقدر الأبوين إن هما يروحوا يصطادوا مع بعض ويرجعوا لصغيرهم مع بعض وبعد حوالي 5 شهور بيصبح الصغير كبير وقادر على الاستقلال بشكل كامل والاعتماد على نفسه في الصيد بعد ما بيفقد ريشه الرقيق وبيقدر إن هو يأكد نفسه بنفسه رعاية زكر وأنصة بطريك الامبراطور لصغرهم وتضحيتهم بكل شي علشانه لحد ما بيبقى قادر إن هو يعتمد على نفسه نموذج من أروع نمازج تعاون الأباء والأمهات والتضحية من أجل أبنائهم في عالم الحيوان فسبحان الخالق العظيم بكده خلصت حلقتنا ده كان جزء بسيط من أشكال تضحية الأباء والأمهات اللي موجودة في عالم الكائنات الحية واللي بيتم فيها توجيه كل المجهودات المتاحة من أجل الأبناء علشان يكونوا قادرين إنهم يعتمدوا على نفسهم ويوجهوا الحياة بنفسهم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته